تعد أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع مركزاً أعلمياً تدريبياً تم تجهيزه بأحدث التقنيات والبرامج التدريبية المتخصصة في أنشطة التصنيع والتحاكم الآلي والاتصالات وأمن المعلومات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة بتلك المجالات وبواسطة مدربين متخصصين ومعتمدين بشهادات دولية ومطوري البرامج الإلكترونية أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية صرح علمي متميز تم تطويره وتحديثه بخطة تدريبية مطورة ورؤية علمية واضحة تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح سيسي لتحقيق التدريب من أجل المستقبل في مجالات الإدارة الآلية لعمليات التصنيع والرخمنة وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة فكرة الأكاديمية أن نحن شايفين نوع من أنواع التطور الحادث في تكنولوجيا المعلومات والثورة الصناعية الرابعة والخمسة وبالتالي كان لازم يكون للهيئة تواجد في هذا المحفل من التطور اللي حاصل الثورة الصناعية الرابعة ابتدت من 2012 إحنا ابتدينا ندخل ونبتدي نشتغل ونحط ونأهل ولادنا من 2019 ليه؟ علشان نقدر نشتغل ونواكب التصنيع الزكري يتم التدريب بالأكاديمية في معامل حديثة تم تجهيزها بالأجهزة والمكيناتر مرقمنة والبرمجيات ومساعدات التدريب اللازمة من حواسب وأنظمة محاكاة وغيرها ويتم الربط بينهم بشبكة داخلية علاوة على نموذج حي لمصنع ذكي متكامل مما يوفر للمتدرب كافة السبل اللازمة للتدريب وتمكنه من الممارسة الفعلية لهذه التطبيقات بما يحقق تحول رقمي آمن يستهدف عائداً أفضل على الاستثمار ورفع كفاءة الانتاج وجودته والتحكم في التكاليف وتعميق المكون المحلي الأكاديمية هنا تعتبر مكان مهم جداً للأفراد والمهنسين لأن إحنا هنا منحطهم في الظروف اللي هم حيروحوا بعد كده في السوق ويقابلوها في السوق من ميزة الماكينات اللي هنا أن أنت تخرج من هنا تخش السوق تلاقي الماكينات دي فأنت بتحط في نفس الظروف هتختار العدد إزاي؟ هتختار الخامات إزاي؟ هتشغل إزاي؟ هتحط الترجيات في الانتاج إزاي؟ فأنت هتطلع من هنا وكأنك في أي مكان تثبت وجودك وتقدر تسد فيه تعد أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع مركزاً علمياً تدريبياً تم تجهيزه بأحدث التقنيات والبرامج التدريبية المتخصصة في أنشطة التصنيع والتحكم الأهلية والاتصالات وأبن المعلومات وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة بتلك المجالات وبواسطة مدربين متخصصين ومعتمدين بشهادات دولية وأيضاً مطوري البرامج الإلكترونية محمد الخطيب التلفزيون المصري